اشتركوا في القناة والسعادة ولشعب الاردن الشقيق بدوام التقدم والنماء واشهد صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء بما حققته المملكة الاردنية الشقيقة من انجازات كبيرة على مختلف الصعد كانت محل تقدير الجميع ما اسهم في تعزيز مكانتها على كافة المستويات الاقليمية والعربية والعالمية واكد سموه على ان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين قد عززتها الروابط الاخوية الوثيقة والتي اسهمت في خلق المزيد من الفرص النوعية التي تعود بالنفع والنماء لصالح البلدين والشعبين الشقيقين والدفع بمسارات العلاقات نحو مزيد من العمل والتنسيق المشترك وثمنا سموها المواقف العربية الاصيلة والمشرفة التي تقفها دائما المملكة الاردنية الهاشمية بقيادة جلالة العاهل الاردني تجاه مملكة البحرين وشعبها مؤكدا حفظه الله وقوف مملكة البحرين الكامل مع الاردن الشقيق وتأييدها ومساندتها التامة لكل القرارات والاجراءات التي اتخذها لحفظ امنه واستقراره وصون مكتسباته الوطنية سائلا سموها الله عز وجل ان يحفظ الاردن وشعبها الكريم ويديم عليهم الامن والاستقرار تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة مماثلة الى اخي صاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة اشتركوا في القناة